السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناة محبي الخياطة اتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الزواق وحدة جديدة تاع المكرامي بسم الله عندي هنا يا عشرة تاع الخيوط غادي نقسمهم على جوج غادي ندير هنا خمسة وهنا خمسة ثم غادي نخلي هادو على الجن وغادي نجيب هادو ليف الطرف هادو غادي ناخد هادو وغادي نلصق فيه هادو اللي في جيزو بسم الله غادي نشد هادا بليد ليسرا وغادي نعقد بليد اليومنا مالاقدة المكرامي دائما الخيط يكون هادا مجبت وهادا العقدة ايه اللي كاسمشي بحديثها ما نديرو شاكده بليد دين مجوج الا هادا غادي هادا هادا الخيط غايبقى واقف وهدا هو اللي غادي يعقد انا فيتقدرتها لكم في الدورس اللولين نديرو جوج عقدات بحلاكة هادا الخيط يبقى دائما مجبت هادا ليش هادا بليد ليسرا يبقى دائما مجبت نديرو جوج عقدات بكل خيط اللي عقدوهمكنك نكحزه من حدايا مش منعودش نخدم به كان عاود نجيب هادا حتى هو كان ناخد هادا اللي في الطرف نجيبه حق دا على ليمن هادا المرة كان شده بليد بليمنية كان نخدم عليه هادا الخيطة نضيف جوج عقدة في كل حط اللي بغاتها كبيرة ركتها ودير الخيوطة كتار و اللي بغات زواق صغيرة غدين ناخد واحد من هذا وغدين لسقه احتهو في هذا الخيط هذا باش كي تتعقد ليه باش كي تجمع رس دي الزواق و هادا ديل هاد شيها كنا نرده مع هادو و هادا كنا نرده مع هادو باش تبقى زواقاء مجموعة دابا غادي ندير العكس غادي نجيب الخيطة من الوسط و غادي نركب فيه الخيوط الاتجاه الاتجاه المعاكس اللي درت في الأول كنبعد هادو باش ما ننغلط شوشي خيط كنبعد دائما البنات اللي بغو يتعلموا أول مرة من الأحسن ما يتعلموش في الحرير يتعلمو في هذه الخيط دي الزرارة دابا كملت هادو الخيوطة كاملين غادي نعود ندير نفس الطريقة للجهة الأخرى غادي نخدم حتى هيا ناخد الخيط اللي في الوسط و غادي نلصق فيه هادو الخيوط غادي نمشي واكا غيب شوية غادي نحيد هادو اللي انا نلصق تاع هادو الخيوطة بش ما يتخلطوش ليه غادي نحيد هادو اللي هنا وغادي نجيب هادو اللي اليمين من هادو الخيوطة بش ما يتخلطوش ليه غادي نقشة ديت دي هكا باش الجيني يزوقها هكا مائلة دابا هادو اللي في الوسط ركبت فيه العقيقة غادي ندفعه حتى نحن الوسط هاد باش غادي نلصقو حتى هوا غادي نعقدو هلا الخيوطة الخيوطة غادي نجيب هادو اللي فيها الجيهم حتى غادي ننجيبها هاتيه طريقة حتى من نعم نفس الطريقة سوف نقوم بقديمة و نجعل الوقف نضيف الخط مائل نضيف الخط نضيف الخط نضيف الخط سوف نعود نفس الطريقة نجيب زواقها على شكل معين ترجمة نانسي قنقر يقوم ذ LETبر نستيجيه نضيف الخط نقوم ذلك نضيف المطح سوف نقوم بتجمع الزواق سوف نقوم بتزواق سوف نقوم بتزواق انا خدمت شوية ما بغيتش نطول عليكم الفيديو سوف نمشي بنفس الطريقة سوف نعود ندير واحد العقيقة دائما ناخد خيط من الوسط هو اللي ندير فيه العقيقة ونعقده حتى هو دائما نقوم بتزيير العقد باش ما تتحلش وناخد خيط من هاد الجهة الاخرى ونقوم بتزيير ليا كتجمع ليا الزواق ديالي من هاد الشكل من اللي تكونوا عادي باش كتخدموا البنات اللي الله بغين يتعلموا كنصحوا باش ياخدوا هاد البوبينات بحل هاكا ديال الخيط هو هاد الدبا باش بديت لكم باش كنخدم هانتو هما هادو هلا هات الشكل كي يجيوا ساهلين في التعلم من نسبة للبنات اللي عاد بغوا يتعلموا الخيط هو ساهل لحقيتاش للحرير كيتبرم النصيح اللي نقول لكم علي مني تكونوا كتخدموا في الزواق لحقيتاش كنكونوا كنديروا تقريبا كنخدموا هاد الخدمة وكان عقدو الخيط كي يقول لي قصير احنا كان نخدموا في الزواق كتاع جلاب متر وثلاثين يعني ضروري خسنا نكونوا دايرين ثلاثة متر أو الاكتر كان كنونا دايرين طول دياله هكا كي ما كنت لكم ثلاثة متر أو للا ثلاثة متر ونص ما يمكنش غادي نقوم خدموها كلها هكا خيطا مطلوقين لحقيتاش البريم كيتخبل مع بعضياتو كناخدوه كنديرو لي هكا الخيوطة كاملين كندوروهم على هاد الشكل وكنعقدهم على هاد طريقة هادي انا ما كان فضلش هاديك الخدمة اللي اه شي اخواتك تقول لك هكذا تبدايما نص عقدي من هنا يتبداي هاد نص هاد نص الا لعلاش اللي حقيتاش مني كان بغيو للاستقاف جلابة كي يكونوا بحال هاد الخيوط هكذا في الراس وكتلقى مشكل شوفوا هاد طريقة هادي هاد هو الراس اللي كيكون عند العنق في الجلابه او لا في القفطان كيكون مفيني كتهبطوا هاد الخيوط هادو كيتخيطوا من هنا بالدقة على الرندا وكيلسق في الجلابه وكتبقى هاد البلاصة مفينيه ماشي بحالي لابقوا لك هادوك الخيوط كيجوا شوية ماشي مزويني شو كيجوا غلاد همثو ما كتديرو هاد طريقة هادي وكتعقدوهم كاملين هادوك الخيوط على هاد الشكل سافي وكتلقوها انتم شوفوا عندما مني كان خدم بده كيتتبرمش كيقولي شوية صحيب يعني كتلقوه بحلاكة كتصيبو الخيوطة كاملين على هاد الشكل وكتخليوهم غيف هاد القيط ساع الطول وانتم ما كتخدموه منين كتساليو كتقصار كيقصار لكم الخيوط كتعودو تحلو بحلاكة واحد شوية وكتخليو هاكا سافيو كيبقى مكي كرفسكمش ومن الاحسن نصيحة التانية تديرو واحد المخدة اللي خاصة غيب الخدمة بحال هاد الشكل غي هاد المخدة خاصة غيب الخدمة منين غنسالي بحلاكة غادي ناخد هادوك الخيوط غادي نخليو هاكا مفرقين غادي ندير فنيتا هنا وغا نحط المخدة غا نهزان هاكا كيما هي باش ما يتخبلوش لكم هاد الخيوط كيما قلت لكم وصعاب الى تخبلو منين كتبغيو تبدو الخدمة كتاخد لكم وقت طويل نتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم يعجبكم اللي بقي ما اشتركش في القناة دخلي دير الاشتراك ديالو وما تنسوش ليالي لايك ما تنسوش تبرتاجوا الفيديو مع عائلتكم اللي عجبكم الفيديو تقوم فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله